أيها الإخوة إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوسق منك بما في يديك فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب أخوانا الكرام والله ثم والله ثم والله بأصعب الظروف بأشد الحالات من يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب والله عندي مئات القصص اتق الله لأن الله عز وجل أمرك بيده ما سلمك لأحد هو الرزاق هو الرزاق ذو القوة المتين اتق الله أتقن عملك اضبط جوارحك اضبط لسانك اضبط دخلك كن ورعاً ترفع عن الحرام وسوف ترى من الله ما لا يصدق ما لا يصدق هذا الكلام ليس خافاً بهذا الشاب لا والله لا والله هذا الكلام لكم جميعاً وكل واحد منا قابل لأن يقطف سمار هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجة أخ كريم سكن في بيت واشترطت عليه صاحبة البيت أن يخرج متى شاءت في أشد حالات الأزمة السكنية في اثمانينات قالت أريد البيت قال لها حاضر أعطته مهنة شهرين المحامي الذي سطر له التعهد بإخلاء البيت بعد شهرين بعد أن وقع قال له أنت مجنون أنت أصبحت في الطريق أنت مستأجر ولك حق سرمدي بالنظام القديم طبعاً قال له أنا توكلت على الله القصة طويلة والله يا أخوان والله رزقه الله بيتاً ليس من المعقول أن يسكنه بدخله الذي لكن ترك البيت لله ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن تطيعه وتخسر ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتذل ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتعز تعز إلى حين ثم تأتي ضربة الصاتور أيها الإخوة الكرام من ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجى وأقرب مما اتقى يعني أكثر أذمة أو أشد الأزمات الآن يقول لك ما في شغل بلا عمل بلا بيت ما لي متزوج بلا عمل بلا بيت ما لي متزوج أنا أخاطب الشباب أقسم لكم بالله زوال الكون أهون على الله من أن يأتي شاب ويستقيم على أمر الله تماماً ضبط جوارحه ضبط لسانه ضبط عينه ضبط أذنه ضبط يده ضبط رجله ما مشى إلا إلى قاعة ثم لا يجد من الله ما لا يصدق هذا ليس لواحد إن أكرمكم عند الله أتقاكم سيدنا سعد فداه النبي بأمه وأبيه ولم يفد أحداً من صحابته لأمه وأبيه إلا سيدنا سعد قال له إرمي سعد فداك أبي وأمي كان إذا دخل سعد على النبي قال هذا خالي أروني خالاً مثل خالي لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال له سيدنا عمر قال له يا سعد دققوا لا يغرن كأنه قد قيل خال رسول الله فالقلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له هذه القصة قابلة لكل واحد منكم أيها الشباب استقم استقم وانتظر وانتظر شيء لا يصدق من الله بكل الظروف بالجفاف بالأعوام المطيرة بالبطالة المنتشرة بضقالة الأعمال بقلة الدخل بغلال أسعار هذه كلها ظروف أرضية لا تتأثر بها الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجة مما هو فيه في عندك مشكلة بالعمل مشكلة بالبيت مشكلة بالصحة مشكلة بالدخل مشكلة من الجيران مشكلة ممن هو فوقك مشكلة ممن هو أقوى منك مدام في مشكلة اتق الله يجعل الله لك مخرجة والمكافأة الثانية ويرزقه من حيث لا يحتسن والله مر أخ من أخواننا توفي قريبه وابن عمه وكان أستاذ جامعي يعني تصور أنه دخله كافي فقال لأولاده اليتامة دينوا والدكم علي قال لي توقعت عشر تلاف عشرين ألف يعني لآخر الأيام فلما سألهم قال ثلاثمئة وثمانين ألف قال لي تعاهد خلاص دفعته والله في صحن هذا المسجد قال هذا الكلام وبكى قال لي والله بعد أيام نصيب من صفقة واحدة ثلاثمئة وثمانين ألف ولبضاعة كاسدة ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث هذه الآية لكم جميعا هذه لكم أيها الشباب عندك مشكلة الزواج والبيت والعمل هذه أضخم مشاكل الشباب ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا الشاب الجميل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال امرأة العزيز هو عبد ومسافر وبعيد وشاب عد العلماء عشر أسباب تسهل له أن يلبي رغبتها قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواهي فلما صار عزيز مصر قالت جارية في القصر سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ثم تلا هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب تق الله استقم تماما اضبط لسانك تماما لا غيبة ولا نميمة ولا بهتان ولا محاكاة ولا تقليل ولا كذب ولا تدليس اضبط عينك غض بصلك عن محاسن النساء حتى يهبك الله زوجة صالحة أنا أخاطب الشباب تسرك إن نظرت إليها وتحفظك إذا غبت عنها وتطيعك إن أمرتها وهي حسنة الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تعفف عن الحرام حتى ترزق رزقا حلالا طيبا وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه والله من أخواننا أقسم لي بالله أصبح دخله صفرا عنده معمل بسيط للسوريات ما في بيع إطلاقها أقسم لي بالله ما معه سمن ترسيم سيارته جاءه عرض الأرباح أريب بضعة ملايين أرقيل بحث عني وجدني في أحد مساجد دمشق ألقي درس فلما انتهيت قال لي جاء الفرج قال لي صفقة للأرقيل قلت له أنت ما ترى في الدخان اصفر لونه مسجد مبين بداية الرفض قلت له والله ما في فتوأة الدخان حرام وهي النفس الأرقيلة ستعشر سجارة وقوة تأثيرها وأضرارها همد أقسم لي بالله بعد عشرين يوم جاءته صفقة سريات والأرباح مضاعفة وحلت مشكلته والله أخ صاحب معمل إجاء إنسان طلب تصنيع شيء لشيء محرم هو الشيء ممكن يباعم دون ما يعرف محرم قال له هي من أجل كذا شيء محرم قال له بعتذر فنشأت مشكلة كبيرة يعني صاحب المعمل الأب مع إنجاز الصفقة الإبن رفض قال له بطردك قال له تردني بشتغل بياعه صحوم بالحمدية بعدين الأب راع الأمر معد أقسم بالله جاءته صفقة أرباحه بالملايين بعد اثنين وعشرين يوم ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه أنت عم تعامل إله عم تعامل خالق السماوات والأرض عم تعامل الرزاق القدير الغني السميع البصير العليم لا تزهد بعلاقتك بالله الآمر ضامن ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه هذا أهم موضوع بالخطبة تأمين بيت والرزق وعمل وزوجة والكلام للشباب ومن يتق الله يجعل له مخرجة وللشابات أيضا ومن يتق الله يجعل الله لها مخرجة أيها الإخوة الكرام الآن بتقل لي فلان صعب بالتعامل معه ما بيوافق ما خلت الواسطة ما بيوافق اسمع الآية ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى يسرى تتيسر تقي الله استرضي الله بصدقة العباد بيده قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء والله إنسان بدأ بمشروع في عقبة فاوض مبلغ فلتي يدفعه خلاف المنهج الإلهي أمرطط دفع نصفه صدقات لفقراء الشام وقدم طلب بعد أسبوع على طابع 125 أرش والموافقة تمت يقسم بالله العظيم كيف تمت هذه الموافقة لا يعلم هو استرضى الله بصدقة نفع بها فقراء المسلمين ثم قدم الطلب يقسم بالله للآن كيف تمت هذه الموافقة لا يعلم ما يعلم هو استرضى الله بس مرة ثانية عامل الله مباشرة ترى شيء لا يصدق ترى شيء يفوق حد الخيال هالكلام مولى واحد لكل واحد منا لكل واحد منكم وأنا معكم ولكل واحد بالأرض ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى دقيق فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى إله خالق السماوات والأرض من بيده كل شيء وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها الذي يعلم سقوط ورقة زيتون يقول لك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى مؤن الآن يقول لك أنا ألي جاهلية ما في مشكلة ومن يتق الله يكثر عنه سيئاته ويعظم له أجر لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم جئتني تائبا غفرتها لك ولا أبالي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا يغفر الظنوب جميعا أيها الإخوة إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أو سق منك بما في يديك فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب أخوانا الكرام يعني إذا إنسان بحبك وقوي تمشي بالعرض بالعرض تمشي فإذا كان الله يحبك ملك الملوك خالق السماوات والأرض يقول الله تعالى بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين الله يحبك وإذا أحبك الله إركل بقدمك كل الخلق إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك إذا واحد وكل محامي لامع كمان بينام مطمئن يقول لك إيده طايلة والقضاء كلهم بيخافوا منه هو محامي أنا وكلته وقال لي خلاص اعتبر من تهية فكيف إذا كان الله وليك والله ولي المتقين والله ولي المتقين بيتولى أمرك أقوى أعداءك بيده أقوى جيها بالأرض بيده أنت مع القوي يعني صور جندي غر وأبوه قائد الجيش يجع عريف هدده أبوه بيسحقه والده قائد الجيش وعريفه بسبعة هدده ولو كان تاجه نجمة ما بيخاف منه أنه القائد العام والده والله ولي المتقين قال لك واحد قوي أنا معك ويهاتفه بأي لحظة خبرني وأي واحد زعجك أنا بعمله درس لا ينسى ما بتنام من فرحك فإذا قال الله لك مثلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ما بسر معك؟ الله معك وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك لكن طريق الطقوة طريق ذات كلفة فيها جهد فيها جهد يعني طريق الجنة حزم بربوة يعني واحد ماشي على دراجة أم لا طريقين صاعد ونازل يعني الطبيعة والدراجة وثقافته وخبرته ينزل أريح لكن مكتوب لوحة هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرار فيها وحوش كاسرة من شهر مؤكلة يعني لقى امتين ثلاثة بروح بس طريق مريح جدا نازل هويات لطيفات وأشجار وغرود وريحين بس بالآخير بده يتاكل أما الطريق الصاعد وعر وعر غبار وأكمات لكن ينتهي بقصر هذه اللوحة لدي خمس كلمات ملازم تعكس القرار تعكسه 180 درجة لذلك إن عمل الجنة حزن بربوة فيه فجر صلاة فجر فيه غض بصر فيه انفاق مال فيه ابتعاد عن الاختلاط فيه كلف كثيرة جدا اسمه تكليف أي عمل يحتاج إلى كلفة لذلك قال تعالى إنه من يتقي ويصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ومشكلة العالم الإسلامي اليوم اليوم بكلمتين إِنْ تَتَّقُوا إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى إِذَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسَنِينَ يعني الله عز وجل قال فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ابزل كل ما تستطيع من أجل التقوى وعلى الله الباقي